ايو الاحباء في كل مكان طابة اوقاتكم بكل خير مرحبا اهلا وسهلا بكم في برنامجكم كورا طولك برنامج يطلع عليكم سيئة كل احد واربع الحديث على الابرز ما يميز ساحة الرياضية بحراء كل اسبوع بالشعار الثلاثية المصداقية والحيادية والموضوعية من خلال تطرق لكل المواضيع التي تهموا شأن الرياضي طبعا برنامج كورا طولك في هذا الاسبوع سيكون الحديث على الابرز المواضيع في عنوانها الاول والذي جاء اليوم صادي رئيس الاتحاد ينصب نائبا لرئيس اتحاد شمال افريقيا هل هي بداية العودة للقارة الافريقية من بوابة بلدان شمال افريقيا بمن المواضيع مشاهدين الافاضل دائما الاشكالية في من سيكون ناخبا للمنتخب الوطني الناخب الجديد الخضر بين المتاحين والمستحيل هكذا سيكون والنقاش وايضا في موضوع اخر مشاهدنا الافاضل في مخلفات جولة السابع عشر حادثة الحكم بن جهان ويوسف بن ليلي تصنع الحدث هكذا كان العنوان على موقع التواصل الاجتماعي من موضعنا ايضا مشاهدنا الافاضل في هذا البرنامج كورا طولك طبعا سيكون الحديث ايضا على تساؤل فيما يخص توفيق قريشي بسؤال ما هو مصيره في اتحاد العاصمة بعد العقوبة وبعد بيان الشركة المالكة لفريق اتحاد العاصمة سيربول ماذا سيكون مصير توفيق قريشي المناجر العام لاتحاد العاصمة هذه المشاهدين الافاضل هذه المواضيع ستكون لنقاش وايضا في موضوع اخر رائد القبة رائد هل هو موسم الصعود لرائد القبة والعودة الى نخبة الكبار هذه المواضيع مشاهدنا الافاضل كلها سنقف عندها مع بعض المواضيع الاخرى رفقة اهل اختصاص من صحفينا اعلامينا وايضا مدربين ولاعبنا السابقين لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم الجديد مشاهدنا الافاضل اذا برنامج كورا تولك مثل ما تابعتم في العنوين هي ابرز المواضيع التي يستأكل محل نقاش في هذا العدد رفقة ضيوف اعزاء فاعلنا في الاسرة الرياضية دعونا نرحب باللاعب والمدرب السابق لرائد القبة وايضا المنتخب الوطني الجزائري السيد رشيد حمادة مرحبا اهلا وسهلا بكسر رشيد السلام عليكم نشكركم على الدعوة هذه واخوية ياسين واخوية مورا لاندي زم اشترمش لكننا في البلاطو ان شاء الله تكون نقاشات في مخلسكوات قدم الجزائري شرفنا كثير الحضور ياسين معلومي تحية طيبة مرحبا بساء الخير ويعطيك صحة الاستضافة شكرا جزيلا خليني نوجه له سؤال قبل من نقدموا اللعب الدول السابق كل بات حبيت نفهم رشيد حمادة علاش رفض باش يتنقل شبيب التلقى بائل وعلاش رح ليها رئيس محمد شريف حناشي لدعو مقبلش ومبعد نبدو النقاش خالف خلي القاعدة لك وحده خالف علىك نقدمه وحده والله حقات ان انا كان شيخ عبدالقى صرار كنت انقادره بززف وكان عاوني في المسيرة تاعي تاكولة القدم لي كنت عندي ثم طانس سنة ودار فيه ثيقة ولعب لي انسينيور قلت لهم كلمة بار روحه وقام بعد تكلم معايا هو قال لي زم تفجع لي خيري وتلعب معنا كاس إفريقيا فريقيا ديروه شبغيت وهذه هي سببنا مرحش شابة القبائل محبيش تروح شابة القبائل موقف موقف وفريق القبة مقصح فريق حبيته على صغري وكمت لكارير قاتي عي فيه ان شاء الله يكون هذا موسم موسم أيضا رائد القبة سيكون أيضا موضوع النقاش فيما يخص فرق اسم الثاني ورائد القبة الذي هو رائد في مجموعته رحب أيضا باللاعب والمدرب الشيخ مرادة السلاط لعب دولي سابق من فضلك ما تنسليش دولي مرحبا وسأل بيك مرحبا بن خالد مساء الخير الضيوف وكل المتبعين الكرام كورا طولك أنا حبيت نقوله لعب ومدرب لأنه مع المنتخب الوطني مع المنتخب الوطني يقعنده بصمة مع المنتخب الوطني خاصة في الأصناف الشابة الشيخ مرادة السلاطني حقيقة اشتغلت في في أقل من سبعة سنة وأقل من عشرين وكنت في التاقم أقل من سبعة عشر وأقل من عشرين وكنت مدرب في رئيسي أقل من ثم عشر سنة لعبنا البحر الأبي المتوسط البطولة البحر الأبي المتوسط في النظمة الجزائر وعلى مستوى المتخبات الشابة في الجزائر هناك من يقول أنه ليس هناك اهتمام خاص بالنسبة للمنتخبات الشباب في المنتخبات الوطنية على مستوى الاتحادية وأيضا على مستوى المدرية الفنية هذا الواقع؟ والله الحقيقة هذه هي الكلمة التي تلاقي ما كانش اهتمام وعمره ما كان مشروع حتى حتى العقود تعل المدربين تعل فيئة شبانية ما عندك 12 شهر ما عندكش زيادة وحتى في الأجور تشوف في رقفة درجة الثالثة في البطولة المختلفة الوطنية مدربين راتب شهري تحم خير من النخب الوطني اللي يقوله نخب واحد في كل الجزائر صحيح أنا هذا حبيت نقولك باللي ما يعطيوش القيمة للمدرب ولكن نهضر بسفتي أنا لعب سابق ومدرب كي كنت في الفريق الوطني تلقيت كي ما يقولك دي كونتاكت مع فرق وان وان عطاوني ربع خطرات وش نخد في الفريق الوطني وقال ديت مبدأ ما قدرتش نغير الفريق الوطني بفريق ما يعطيني ما لدنيا وهذا المفروض أنه يشتغلوا عليها على مستوى اتحادية لأنه كان في أيام فالطة كان معنا شيخ ربع سعدان قال أنا اشتغلت مدرب وطني للفرق المنين الأصغر وبعدها تدرج لكن في الجزائر اليوم تكون مع المنتخبات الشابة وما فيش إمكانيات حتى بالنسبة المدربين ما يدرجوش حتى يصلوا إلى المنتخب الأول والله على كل حال الموضوع كبير وموضوع كي ما يقولك مهم وموضوع مستقبل من بين المواضيع مستقبل الكرة الجزائرية وكي ما يقولك من بين المواضيع يقدر يكون هو الموضوع الحساس الأول لأنه الإدارة والتسهير كل شيء يصب في التكنيك يصب في التكنيك اللي هو اللعب شفنا نحن اللعبين اللي لعبوا البطولة على البحر الأبي المتوسط لعبوا مقابلة كبيرة خاصة ضد إسبانيا فوزنا عليهم واحد بسفر وضد فرنسا نهزمنا ثلاثة بثنين وإن كانت الهدف الثالث على الفريق الفرنسي ضرب الجزاء ما عنده حتى ما كانش خلاص ضرب الجزاء كونجال غار موحال يعطيهم ضرب الجزاء ستيتي ديمارش ديري فرنس واللعبين ذوك المعظم هم كانوا يشتوا في البطولة أحداش كان بطولة وطنية وسبعة في المختلف في البطولات الأوروبية ولكن كي كانوا في الفيئة الشوبانية ما يتبعوهم ولكن كي كان بو عناني لعب ضدنا نحن تبعو بو عناني وقالوا بللي هذا بو عناني عندو مواصفات تلعب كبير وليزم يكون في فريق الوطني ونخمو على المستقبل لذلك نحن لعبنا ضدهم لم يكن تبعو فرنس لذلك لم يكن لذلك كي ما يقول لك مواصفات وكي تعد منافسة وخير الدليل أن البطولة العربية أقل من 23 سنة اللي لعبوها في عناو البطولة العربية الألعب العربية العربية داروا تاقم فني 12 يوم قبل البطولة رغم أن الجزائر هي اللي تحتضن هذه البطولة باش يعطيك شوية نضرع لتسيير حتى نجي للمدربين باش يجيبوا المدربين ومن قلوش يحقروهم ماش الحقر أنا واحد ما يقدر يحقرنا على صعيد المهني ولكن احنا كمدربين وكوكل العبين قدامة نعرف ونعطيه قيمة الكورة القدم ونحترم المسؤول نحترم كل التواقم نحترم حتى الجمهور اللي يتبع اللعبين ولكن المسيرين في أغلبية الأحيان يحاوسوا غير على الفريق الأول الفريق الأول موراد نزيدوا حاجة فقط باش نروح المواضيع نيسي باش نروح طبعا علاش مثلا الواحد كموراد تدرج في كل فئات شبانية وحقق لو اسمه النتائج علاش لما باش نقوله يلحق المنتخب الأول دايما يتغلقوا البيبان يعني في وجه هذا التقني موراد احنا باش نرجع لك لو نجو موراد فقط فقط لو نجو مثلا في ألمانيا مثلا أو في بطولة نصيبوا كل كل المدربين يتدرجوا إلى الوصول مثلا إلى المستوى الأول هنا في البطولة مثلا هنا في الجزائر انتاليوم تدي بطولة ولا تحقق بطولة ولا تلعب بطولة وتحقق نتائج إيجابية بعدها ما كاش وم بعد بعدها ما كاش هناك كان حاجة تدخل سيرة ذاتية سيرة ذاتية تعني باللي هاد المذرب وين تدرج وين خدم وين كده حكمت فرق كل من عين بايدا مولود قسنطينا مولودية بات ما حمر عن نابا الاتحاد عن نابا عديد اشتغلت في كينيا في الفريق الأول فريق وطني معادل وحصلنا على سيكافا واشتغلت في ليبيا في الفريق الأول وطني وكذلك وقريت حمد لله باش ما يقولك شهدنا لعبينا معنهم الشهادات عندي كل الشهادات اللي تخليني نخدم بكل ارتياح وعمري ما 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 تصلت بواحد وقلت له حطني في فريق ما ولا شوف لي عمري وما نقدرش نديرها أنا بور ما بور برانسيب ربي هو لي ليدبر شؤون تهي طبعا شهدنا فضل بدون إطلا نروح إلى فقرة حدث الويك التي سنخصص الحديث على أبرز الأحداث لهذا الأسبوع حدث الويك أيها الأحبة كان اليوم رئيس الاتحاد جزير كرة القدم وليد صادي تم تعيينه خلال الجمعية العامة للهيئة المنعقدة في تونس حيث يتولى المكتب الجديد مهامه للعهدة 2024 2027 هذا تم تنصيب رئيس الاتحاد المصري كرة القدم جمال علام رئيسا جديدا الاتحاد الشمال لإفريقيا ورئيس الفاف وليد صادي كنائب أول وعبد الحاكم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي كنائب ثاني ياسين معلومي هنستطيع القول أنه بداية أول مهام بالنسبة لوليد صادي كرئيس الاتحاد اليوم مسؤولية أخرى وبداية العودة يصح التعبير على مستوى الهيئات إقليمية عربية قرية خطوة مليحة خطوة مليحة خطوة مليحة خالدو لكن عنا متأخرين خالدو عنا متأخرين كما يقولون فرنسي يونج تخدين جار كما يقولون اليوم خالدو لما تحس أنه في كل هيئات سواء في الفيفا أو في الكعف أو لا عنا غيبين اليوم هذه بداية هذه بداية هي ينظن أنه هذه في شمال إفريقيا جي بتناوب بتناوب اليوم نظن وليد صادي رئيس لجنة المنافسات اليوم خالد ها ودخل اليوم ليس لازم وسمه نخرجه اليوم ربما كاين بعض المعلومات تقول أنه حتى ممكن جدا يدخل للإتحاد إفريقي لكوات قدم بسبب العقوبة المسلطة على رئيس الاتحاد تونسي لكوات قدم اليوم هو موجود وسمه في السجن المكان تاعه في المكتب التنفيذي للكعف مكاين حتى واحد ممكن جدا حتى هو وسمه يدخل ولكن خالد اليوم لازم الدبلوماسية لازم تحرك لازم أنه كل جزائري عنده إمكانيات لازم يدخل أنا نعطي فقط واحد الجزئية الحاكم الذي أدار نهائي كأس الإفريقي للأمم من المريطانيا عرف خالد أنه المكون الأول للتحكيم في المريطانيا هو الجزائري رشيد ميجيبة لما تشوف كفاءات كفاءات جزائرية تشتغل في الخارج وتكون حكام أنهم يلحقوا حتى باش يديروا نهائي كأس إفريقيا يعني اليوم كفاءة رشيد ميجيبة لأنه الناس كاما اللي واسمه يعرفوا وخلوا هذه الكفاءات واسمه واسمه يروحوا واسمه مقبلة واش كان يقول لا واسمه واسمه سيموراد أنك اليوم الكفاءة واسمه دفاءة هي قدامك قدام عينيك واش يخصه على الأقل واسمه تتحس منهم أنهم بإمكانهم يقدموا حاجة للكرة تعنا زيد أنه في العهدات السابقة الاتحادية السابقة خالد ودايما نقولوها بالأستوديوهات أنه اللي يجيح بنحية واسمه الجزائرية دايما يحبوا يديروا سياسة الأرض المحروقة لما نجي أنا منحبش هذا مرسلاتني تم تم ندير برية والنحية هذا تم تم خالد أنا دايما نتذكر محفوظ قرباج لما يجي محفوظ قرباج كان يكن نزل معنا في استوديو يقول لك رحمة الله عليه خالد في الأيام الأولى تارو رئيس اللي جاء تم تم دربريا واسمه تتونحا نتمنى خالد أنه اليوم أي كفاءة لهذا قلنا هل هي بداية العودة لأنه توجه غايب يصحح الطبيع هي بداية واسمه هي بداية بصح مش لازم نحبسه هنا ولي تصاعد اليوم يدخل الشامل إفريقيا يدخل الكاف يروح الفيفا ناس أعضاء المكتب الفيدرالي مدربين إلى آخر معناها اليوم خالد بعض البلدان بعض الجيران خالد كلهم موجودين في الاتحاد الإفريقي والكاف إحنا خالد إحنا دايما سياسة الأرض المحرقة اللي يجي واسمه يذبح اللي معه سي راشيد حمد هل اليوم العودة بالتدرج من خلال بوابة شامل إفريقيا بالنسبة المكتب الجزائري اليوم إتحاد الجزائري كوات قدم بوابة شامل إفريقيا لازم نسرع على مستوى المكتب التنفيذي على مستوى الإتحاد إفريقي بأن نبدأ ننسج في علاقات نؤمن أنه حاليا مدرور الصحب من العودة عروراوة هنا ناقصين شوية ما مدنا كاسي فريقيا مع زدشي غطينا شوية وبعد شفنا رحنا بإزمنا واحد يكون في موم في الآخر بس كنحقرنا بزاف شوف في كاس العالم يتنب بالحكام شوف للعب لعبنا في كامرون كامرون كيف كيف هذه الأخراج قلت لهم يخصنا الناس التي تشغل الفوق لتعاون ما من حكام بتاعنا الذي كان يدير المقابلة كان يقدر يدير المقابلة مستفى غرب ما دارهاش تعرف نحن يخصنا الناس يكونوا الفوق يعاون للفريق الوطني سليم أرد أنتكت مع المنتخبات الوطنية اليوم نتكلم على الدبلوماسية الرياضية نتكلم كل الهيئات تشتغل بما فيها وزارة الشباب والرياضة بما فيها الصفراء على مستوى البلدان الإفريقية صفارة الجزائرية بنسبة أيضا للتقنيين والحكام كلهم يجب أن يتواجدوا على مستوى كل الهيئات وتنسيق مع بعض كل حال كما يكون في كل الليجان لازم نتمثلوا في كل الليجان لأنه لا يوجد نائب رئيس الاتحاد الشمال في غير قوة القدم بالنسبة لنا كما يقول لك مشروع باش يقدر يرؤسها وليد سادي ومبعد يكون عنده أمبوا باش يقدر ممكن يجيب كفاءات أخرين لأن لأن لتدخل فيها هيئة لازم تكون عندك الكفاءة لأن من بعد تكون فيها جلسات رسمية ما يكون شو واحد يرح يبهل لك يدلي بقى التصريح خاطئ ولا يقوم بأشياء مش لائقة مش تاكور تقدم ولا تاكسير ولكن في التحكيم في الليجان التقنية في الليجان في الليجان تاعتنظيم لأن لأن نشوف كي بلد يحتضن دورة ولا كيما لألعب البحر المطاوث للكيس العربية وللشان ما فيش غير الرئيس اللي يخدم للحكام اللي نشوفوها يوم المباراة فيها بنية تحتية فيه ناس الليكونوا محترفين وخاصة يمثلوا الجزائر حسم التمثيل يكونوا ويقيم اللي لأفيديراسيون ويقيم الالجيري ويقيم خاصة الجزائر نحن في بعض الأحيان كما يقول لك ياسين سياسة الأرض المحروق اللي يجي إذا ينحي ناس ويجي بالنس تعهوه لكي يقدر يعيش لبلو لانت ما فيش تراكم لتواجد الجزائر وموعد يضيع الوقت وميقوم شو بعمل وتسمى لباساج تعهو يكون فارغ ووحد ما يستفاد ني هو ني الجزائر ني أبنعنا اليوم ياسين تجرعنا مرارة عدم تواجدنا على مستوى الهيئات بمختلف عنوينها على مستوى مكتب التنفيذي على مستوى الهيئات لجهة التحكيم على مستوى لجهة المالية على مستوى كل الهيئات بالنسبة لاتحادات الإفريقية والإقليمية تجرعنا تلك المرارة وشهدناها اليوم ما يجب أن يقوم به الاتحاد الجزائي الريكوة أو الوزارة من أجل الاشتغال على عامل الدبلوماسية الرياضية لأنه تكلموا على الدبلوماسية ويجب أن نكون حاضرين متواجدين لكن كيف نكون عمليين حتى نكون هناك متواجدين شوف خالد كيف نكونوا عمليين شوف خالد إحنا إحنا دايما نبكو على الأطلال دايما إحنا في تزايا الخالد هنا كل سوا إحنا لجوناليس ولا لزنطعين ولا لجواء ولا حتى واسمه السيبوتر دايما خالد نبكو على الأطلال دينا كاس إفريقيا 2019 لما تجي عند المناصرين واللينا أحسب منتخب واسمه في العالم بحنا 35 مقابلات عندنا لعبين عندنا منظومة ولكن لما تجي الحقيقة حقيقة الميدان والحقيقة الحقيقة تقول أنك انهزمت في ثلثة استحقاقات خروج في مناسبتين في الدور الأول من كاس إفريقيا خروج من كاس العالم حتى لنا المرتبة الرابعة في نقول لك في دونزين جروب وينو بوفي اتخو أموان لولين ولا واسمه دوزين هاي المشاكل قاع وما زال الناس حاطين في بالهم بلي عندنا منتخب وطاني واسمه كبير اليوم انت في إفريقيا رك تحتل على الأقل في كاس إفريقيا الأخيرة رك بالك 16 ولا 17 ولا 18 ولا 19 ولا 20 معناها اليوم مكش انت في المقدمة اليوم كيفاش تعوتولي كيفاش تعوتولي خالد لازم اموانيزازيون ولازم النية أنا نظن انه في المحيط الكورة والجزائري النية ما كاش والخداع كاين والناس خداعين والناس شوف غير حفاين غير اللي يلقاس راحبوه يحب يتير عليه والناس قاع يحبوه يبقى واسموا في المناصب بتاعهم أنا نظن اليوم حان الوقت حان الوقت أنك اليوم جات اتحادية واسمه جديدة لازم يروحوا يدقوا على كل الكفاءات أنا خالد والله شوف أنا لما رئيس الاتحاد الجزائي اللي يكون قادرنا لجنة لاختيار مثلا شكون يكون المدرب الوطني مهما كان الأسماء اللي فيها مهما كان الأسماء فيها السعدان معروش أي واحد أنك على الأقل على الأقل رأك لميت مثلا رأك جمعت مجموعة يخيروا مدرب ضق هذوك هما ملاح مش يملح ولكن على الأقل توحيد الصرف اليوم نتمنى أنه في أي واحد في الدومانتاع وإي واحد خيروا مدربين والاختيار الأخير يرجع يرجع واسمه للإتحاد ولكن شوف مهارات شوف مهارات كاين قبلها كنا نهضر واسمه في الكواليس أنه في كل منطقة تجيل تيارة تجيل عن نابة تجيل سطيف تجيل في كل منطقة خالد كاين لعبين وكاين مدربين كيفاش زمان مثلا نقوله مثلا علش مثلا عن نابة أو ناخذ عن نابة واحد معنا ناخذه على الأقل كان فيها عشر لعبين دوليين اللي عقبوه على المنتخب الوطني علش اليوم مثلا عن نابة ما فيها أي لعب من المنتخب الوطني عليها مثلا واسمه قسنطينة أي لعب من المنتخب الوطني يعني قسنطينة وعنابة وهادو ما فيها ما فيها لعبين أنا نقول لي الحاجة أنه اليوم غيرنا قاعد نظرة تعنا غيرنا النظرة تعنا ونحن نجيب واسمه من خارج مش أستيدي على الأقل مليحة هذا النظرة ولكن ما تقولش أنه في البطولة تعنا اليوم واسمه ماكاش واسمه زمان كانوا يديروا في الولاية من تلك اليوم غلقنا البيبان غلقنا البيبان على مستوى اللاعبين حتى بالنسبة اليوم بعد حوالي شهر تقريبا منذ اقصاء المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب موريطانيا في كأس أم أفريقيا السابقة الذي كان في يومي ثلاثين وعشين جنفي وكان معه الإعلان عن نهاية الناخب الوطني السابق جمال بالماضي تقريبا شهر كامل إلى حد الساعة لم يتم أيجاد بديل للناخب الوطني رغم أنه تواجد هناك لجنة لجنة ترشيحات وهناك أسماء وسير ذاتية لكن الناخب الجديد للخضر بين المتاحي والمستحيل شهر كامل شيخ رشيد حمادة منتخب الوطني الجزائري بدون مدرب أمام الاستحققات تقريبا بعد شهر أو أقل سيكون موعد مع دورة ويدية دولية في شهر مارس بعدها مبارتة في شهر جوان تصفيات مونديال وتصفيات إفريقيا ضيعنا وقت شهر كامل أم أنه أحيانا مليح من سرعوش حتى لا نخطئ حقيقة نهاري خلاصت تريمينا في الكاس إفريقيا كانوا ثمك يدخلوه للجزائر ويقعدوا مع المدرب ويديروا لبينو التحوم وش كاين وش ماكاش هما قاعدين فيماك داروا حس كبير وضيعوا وقت والمدرب منيش عارف هو واحد يقول بيديروله علاقات فيماك في كاس إفريقيا واحد يقول لكذا نحن معد ناس صح لا نجدش نهضره بصح هي كما يقولوا في أقرب الوقت يدون المدربة يبدأ يعمل ومجدين المقابلات صعاب ما يقولوش بي عندها ست نقاط لين يدروحوا بيهم الكاس العالم الفريق التي عنا شفنا نقص بززاف في كاس إفريقيا يديروا حساب تتاحهم بزاف بالفريق التي عنا راهو ناقص ويعودوا كما يقولوا كما مملاعابين ما يقدش يكملوا في المسئلة على الفريق الوطني ويكون صريح شفنا فريق الوطني تتاحنا مقابلات ما كاش مقابلة طعنا مقابلة ليطينا طموح لقدام يزبنا مدرب في أقرب وقت مدرب في أقرب وقت وكان تم تعيين لجنة الترشيحات بأسماء مختلفة فنيين وأيضا إداريين تم تلخيص تلك القائمة على مستوى ثلاث مدربين كيروش بيتكوفيج وبيسيرو أخبار تقول بأنه التفاوض مع كيروش لن يكون الناخب للمتخب الوطني الجزيري بعدما تم تفضيله بيسيرو أيضا قريب من الإبتعاد لأنه سيجدد مع المتخب نيجيريا بقين أمام بيتكوفيج هل اليوم أخطأنا عندما لخصنا ثلاث أسماء فقط لأنه لم يكن هناك الموافقة المبدئية أم أنه معلش لأنه بيتكوفيج يعتبر أيضا خيار أنا الحاجة ليحب نفهمها نفهم عندك بيسيرو كان كاليفي كارت فينال كيفاش مدرب وفينال كيف بدأت اللجنة تعد دراست الملفات تعد رشايا كيفاش مدرب في فريق متأهل ويبعد السيفي الفيدرالية وكيفاش كيفاش كون ردة الفعل تعد الرئيس تعد المسؤولين تعدهم تقولوا أنت راكم ركز معنا ولا راكم ركز في الجزائر لذلك لا يدخلوا ليش راسينا سيفري رغم أنه فيه مناجر مناجر من نحكي ونحن على السيرة الداتية ممكن مناجر لذلك حبيت أن أقول لك حبيت أن أقول لك باللي اللجنة والسيرة الداتية ليس قرآن الفيدرالية وعندها الدكتاح إذا يشوفوا يكونوا عشرين سيفي تعد ديزان ترينير ومن العشرين هذوم باللجنة بالمسؤولين الرئيس والأعضاء المكتب التنفيذي لهم يكون لازم تكون عندهم الكلمة يقول لك بللي نحن ما نشوفوش المواصفات تعد هذوم المدربين رغم السيفي تعدهم يتمشون مع المشروع تعد الفريق الوطني وكين نشوفو بللي في التقرير التقني بللي هاو سراونا دي بروبلام من البطولة الوطنية منذ منذ الفين وعشرة ما كانش لجوار ما كما كان يقول ياسين ما كانش اللعبين من البطولة نحن كسروا لهم الطموح دونك هنا إعادة النظر وإعادة حتى الفكرة والفلسفة السياسة بليتو كيفاش يفكروا فغل الفيتور أنا وجد نظري الناس اللي كان يقولوا 15 يوم لازمنا مدرب فاتوا 15 يوم رانا في شهر وسمعنا وعلى شئ التو ما طمت على الوقت هذا أسكل وقت كون لازم أسكو يخدمنا ولا لا وكون جمنا مدرب نضينا مع حني ومبعد ما غلطو كما غلطنا مع الكاراز ومع ريفاتش ومع 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 دونك هنيا لازم تريثو وليزم مسؤولين أنا ما نقولش لازم بسكو مدو مدو الكلمة الأخيرة تعم ولكن يكونوا على علم في هاد ضمن لازم كما يقولك فهمها ولازم تقافها باش يقدروا يحسنوا الاختيار وما كله نزربوا عنا في مارس عنا في جوان أنا ما نزربش بس نزيد نخسر أموال ونزيد نخسر الوقت ونزيد نضيع جينيراسيون ومبعد كيفاش ردد الفلة احنا درك دي جالجمهور ما نقولش ما مقسوم الجمهور يفهم كرة القدم ويحب الفريق الوطني وعشق كرة القدم وعشق الفطرة اللي كنا ندير فها النتائج ولكن درك نعود ونرتب البيت وندير مشروع ليخرج على الكرة القدم بما أن احنا عنا منشآت وعنا ملعب عالمية درك نوجد دروحنا وما كانش مستقبل بلا ما يشوفوا الفئة الشبانية وكرة القدم الجزيرية وش الحاجة اللي ما تمشيش في هاد المنظومة نام بورتكي جورناليست نام بورتكي أنا جا عندي عندي من عندي من مصادر موتوقة وش من مصادر موتوقة هاد انت عمرك ملعبتي فوتبول تهدر عمصادر موتوقة التيران يعرفوا غير يعرفوا غير التكنيسيان ويعرفوا الأستنذي قررت الكنيسيان ويعرفوا السكرتير اللي عاش في الفوتبول ويعرفوا الديريجون اللي عاش في الفوتبول عندوا هذه الإحساس عندوا وخير ماتيل هو كنشوفوا إمرسيفاي الفيدرالية الليوارية راحوا يبحثوا عمو درب جامي سرات قالوا مو درب أم بلا كمبيتسيان أبريل دوزي ماتش ومبعد ومبعد وش دارو ومبعد بحتوا عمو درب وكان مو درب عندوا عقد احترام حتى البلد أنا عندي عقد كيف تتصل بي فاريق الناس وين نتحدث على أرفي رونار وكل الوقت ما ساعدهم يبيني زيته أبليجي كم نوع معفا وفايدا وش عندوا إمرسيفاي عندوا إلا تخاف في الو جي سينيس او جي سينيس ومبعد حكم كلارمان فيران ما عندوا ولكن لعب دولي عندوا شخصية لعب كورت قدم دخل في المول شفنا باللي كيربح السينيغال هو الفائز بالل نسخة سابقة نسخة سابقة زيت فاز على المطرش حمالي كارد في دمي فينال مع الكونغو ديموقراتية ولي غرومات ستلا فينال وما شفنا شحنا مدرب وطني يوجد سينكوان سيزان هذا مش ملكية خاصة راك تلعب تكاليفا متابق بالنتائج وحتى التاريخ كيفش تلعب تتروح الكارد فينال ديمي فينال ما تديش كوبدافريك كارد فينال وتلعب وتخسر ضربة الجزاء ولا تخسر بحاجات تحت معلش نحن ما درناش مع النتيجة دركنا تريطو عنا البيلان نشوف الحاجة التي تخصنا ونبني كورة القدم حتى ما نضموش الأجمال نحن سمع صريح عضو لجنة الترشيحات ياسين معلومي لعضو لجنة الترشيحات سيد محمد معوش اللعب التاريخي لفريق جبه التحرير الوطني اقترب منه الزميل بلال زعموش وعد لنا بهذه التصريحات المتخب الوطني في الكاسر الفريقية ما فهمت ولو والله سنسرمان لك مدرب و دعيت نشوف البرغام ما فهمت ولو بلك ربما كيش لعابين لما كانوا يكونوا بلك الفريق بلك ما يوش أنا الليل مع أصخانة مع الأخور تدي واحد اللي عنده 35 سنة ولا 36 سنة شوية صعيب عليه مش هي هو ما نقولوش ما شو مليح مليح بس هي لعب لك 4 ساعة 1 ساعة ما يقدرش يدي المباراة complete ما impossible دوق حنا ما خيرناش المدرب لا 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 حشا المدرب لا لا المدرب يخيرو الرئيس هو يخيرو حنا مدين 6 7 اسموات ويخير هذا ما كان دوقوا نشوف وشكول ما ناخدش أقول لك حتاسب مدينة ستولى سبعة والبقية على الرئيس لا لا مدو ستة خالد زادوا أحد لا لا مدو ستة لا لا خالد نقول لك شوف خالد هي هي اللجنة باش الناس يعرفوا الجمهور يعرف هذه هذه اللجنة استشارية هذه جات لجنة استشارية انتهت المهم تح مع الاجتماع لما مدوا فيه الأسماء الى الاتحادية ومباشرتين الى رئيس الاتحاد الجزائي لكوت القدم خالد الأسماء اللي مدوهم مدو ستة خالد مدو ست أسماء هما مدو كيروش مدو بيسيرو مدو مدرب المنتخب السينيغالي على اليوسيسي مدو بيتروفيش مدو مدرب جنوب إفريقيا واسمه إيقوبروس ومدو مدرب منتخب أوغاندا هاد ستة مدربين اللي تمدو بيلا مراد قال باللي باللي كاين ديزان ترين كانوا بلين كمبيتيسيون وتمدو لين انتعهم مدو مثلا بيسيرو اللي تي واسمو بلين كمبيتيسيون تعلو غاندا بان بتات راح فتور الولو لا مدو واسمه إيقوبروس اه واسمه بروس مدو اليوم خالد المناجع المناجع أنا سيحب ترحلي إلى المعلومات تفوضوا مع كيروش ولم يصلوا إلى ارض اتفاق حتى بالنسبة لبيسيرو أيضا هناك من يقول أنه نجدد مع الاتحاد الميجيري مع أسماء ثلاثية بقية بيتكوفيتش هل سيتم التعاقد مع بيتكوفيتش وهذا لا يعتبر خياره إنما حتمية نظر إلى اقتصار القائم على ثلاث أسماء أنه سيكون هناك اختيار خارج الصندوق بأسماء ممكن ناخب محلي شوف خالد لو نجو المعلومات المتدولة ولكن كل واحد عنده مصدر المعلومات ولكن المعلومات اللي رأي المتدولة أنه أنه يعني الاتصال التي ما زالت مع بيسيرو وبيتروفيتش بيسيرو خالد أنه قبل بداية كاسي فريقية حقق نتائج جد سلبية متوضعة وكعنده مشاكل معادي متواضعات تأهل بصعوبة تأهل بصعوبة أنه يدين بأموال الاتحاد النجيري كانت صريح رئيس الاتحاد نجيري يقول لك أنه كان حاب يعمل له الإيقالة ولكن ما عندهم مش الأموال بشيقيلوها بشيقيلوه حتى هو نظر يدخل في المنافسة هذه وعلى باله حتى أنه بشيقعد بالقيمة السوقية هو شاف أنه مثلا مدرب المنتخب الجزائري يدي مئتين ألف مدرب المنتخب المصري يدي مئتين ألف وهو مازال مثلا في منتخب واسمه نجيريا يدي خمسين ستين ولا سبعين ألف شاف باللي القيمة كان بعض المدربين اللي جوا موارا ربما في الوسم في المهنة ويدو لدوبل ولا لتريف التعو شاف باللي أنو الأموال ربما تواجدها في منتخبات شمال إفريقيا رحل المصادر كياسين ماذا تقول فيما يخص الناخب الجديد بين المتاح والمستحيل شوف خالد شوف هي باش نجوم من الأخير لو رئيس الاتحاد الجزائري لكورة القدم اتفق مع مدرب كان على جنح سوراك نخرج الاسم رسميا خالد نقول لك رسميا أو بنسبة كبيرة أنو الاتحاد الجزائري لكورة القدم بعث un pré-contract كما يقول إلى المدربين بعثوا البيسيرو وبعثوا البيتروبيتش كل واحد يبعثوا لهم un pré-contract وين un contrat de 2 ans ومع الوصالر يجبون أو موان 50% على ما كان يدير المدرب الوطني واسم السابق هو واسم السطف والحاجة هي لأمليغation أنو المدرب الوطني من الجزائري دوز الوطني لن يجبون لأنو اليوم خالد المدرب الاتحادية الجزائري القادر يقولوا أنو هل المدرب الوطني السابق ترك بيلان على 5 اللي دارهم كيف يجبون كيف يلعب كيف يلعب شي لأخير هل اليوم هذه المعلومات موجودة أنا حسب المعلومات اللي عندي ما موجود حتى حاجة خالد أنو المدرب اللي يجي خالد رح يبدأ أعزع يعني المدرب اللي يجي يجب على الأقل يستشير لكن هذا المدرب الجديد اليوم قبل ما تكلمه على التحديات وماذا ينتظر هذا المدرب الجديد السؤال ربما اللي حبيت نتكلم على اليوم ما هي المواصفات بالنسبة للمدرب الجديد اليوم هل سيكون تفضل مدرب محلي لأنو الوضعية اللي أنا عايشينها كما قال يسين أنا في الوضعية سفر أم أنو مليح يكون مدرب أجنبي بطاقة مساعد محلي أنا زباير نشوفه موقت سعداء من قيل نشمو مدرب محلي هي علش أنا في كما يقول موقت الأنماص اللي هنا عمداش مدرب بيقدر يحكم فاريق الوطني هذو الناس يكنوا في البلاطو ونسمعهم لا يبارك وكذا كبير نقدر نقول مدرب ومو يحكم هذا مثل ماذا أسماء ممكن دعطينا أسماء مقترحات في الجزائر المدرب مثلا أنا أنا واحد اللي كما يقول كنت تتمنى تشوفه تحسب عنه شي تتمنى على لاش كما يقول كين ديجان يقدر يخدم ديازان جوان كما بنشيخ كان عنده لاخر تاعة بس على التصريح تاعة وسمعته قال من فاريق الوطني محالم الحكم فاريق الوطني هذا جاب ربي نخدم شوية بره من خارج وكان داي النتائج شوف راشيد راشيد خلينا نقول كلمة هذا مدرب تاعة وسمه كوديفوعة هذا جا مدرب كوديفوعة جا مساعد حقق نتائج لمنجمشي حققهم المدرب الأجنبي هذا مراد المدربين المدربين وسمه الأجنب ربما بتعدد الموجود باللعبين اللي موجودين اللي يمتأهل للاكس العالم وسمه إفريقيا خالب بأي مدرب محلي أنا نقول لك أروح معك بعيد ربما خمسين فنمية المدربين الموجودين وسمه هنا في الجزائر ينجموا شدوا على الأقل وسمه في الفترة هذه هذه ملحة يعني في محلة انتقالية ملحة شيخ مراد محلة انتقالية هي هي كي تشوف كي تشوف الكرونولوجي تاع تاع الاسطوار تاع من من الالليميناسيو تاعنا من الكوب دافريك ترواجوا ربطي وبدينا نتكلموا على المدرب باش شوية نحبسوا النزيف تاع الجمهور والغلايان ممكن باربورسا مادام المشرفين عكور القدم وعلى رأسهم وليد سادي بدأوا بدأوا في التفاوض درك مادام على البداية على التفاوض شافوا السيار داتية وليجنة وكل شي ما يقدر درك يرجعو يرجعو حسب وجهة نظري يرجع باش نرجع لك السؤال مدرب مدرب محلي ونعطي حتى دين بالصح مادام مشينا في الانيغوци يرجعو الترانيور يرجعو حسب السياسة حسب الراطب الشهري حسب عدة عدة امور ممكن يجيب معها بريباراتور الفيزيك ممكن ميجيب بريباراتور يجيب ممكن يجيب تحليل فيديو ممكن يكون وديو ولكن باش نكمل لنحكي عليهم احنا تحكي على المحليين لازم باش نجدوهم للمستقبل نغرز كانتو اسمه بكثرة لكن هو نفاها باش ما ننسى حتى واحد وما نزكي حتى لا نعطيش الفكرة المسؤولين يخذوا مسؤوليتهم في هذا خلص نعنيها اذا انا حبيت لا يغلطون في البروفيل الشهادات الملاح العلم الملاح الكولتور الملاحة الشخصية الملاحة ولكن يجب تكون لديك جرأة ويجب تكون تعمى واقف يجب تكون فريمو مسؤول هذا البوست تحكم أدوان بريمير دوزيان لازم تكون فريمو مسؤول عليه وتجيب بفكرة أنك تعمل في الفريق الوطني والخبرتك كمدرب ولا كلعب سابق ولا الخبرتك في فرق اللي اشتغلت فيهم لازم توظفها والشور خاصة تكون عندك مبادئ مبادئ لازم لازم خاصة لا يمكن تكون مبادئ لازم 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 مبادئ لازم لا يمكن أن من يجب أن نعود الامر الضوء يجب أن يدخل الضوء وثماننا نزل لعب 20 دقيقة وكأنه من العرب في الفنال لعبنا بدل الضائع وضع الإيض فهنا نعود في وجهة نارضي كفري أنه هو التاقم ولم يحدث وهذا ليس له أي سمع يجب أن يكون هناك طاقم فندي يجب أن يتوقف يجب أن يتوقف هنا ويجب أن يطلق من هنا نتحدث نحن نستطيع حرار و accountability في أرجاءakat الشاعة أجل عبرنا لاчно للفئة أتفع billowed هل إن يكون بالفئة وأيضار و عموًا اللطنباء كان يصل إلى تفكير و كيف κά Gan سنوت من حين الأحياء عن بعض الأبور المغلق بإردام عبية من يكون الحقيقين يعني إلى فئة جوابة فالطنباءات وهم treballار ومن أم ت ㅇつ aga Silva وأحقيقت Bryan لذا لم نستطع المقابل لكي نتوش ونظر أنه يكون مدربة على الرئيس ونظره يكون مدربة في الماضي كأنه هو مدربة في الوقت وكانوا مشاكل على المستوى نقولها قبل كوب دافريك وقبل حتى الاسلميناتوار على كوب ديمون لذا نظر أن يمكنك أن يكونوا في الألانسي ما بين ما بين الحينة الرئيس وما بين يكون مدربة اللي يتوفروا فيهم الشورط وهذا فريق وطني لازم كما يقول لك خبرة وخصية ولازم تكون شوية رجلة عندك شهام عندك ما تجيش انت أو قال فلان ولا حطني فلان ولا دلي فلان هذي فريق الوطني باش مزيش مبكي وشعر خلد وزيد حاجة واحدة فقط نعم هذي طاقم اللي يجيوا للمدرب اللي يجيوا لها كين سيكون أبل ان كنت عدد توبجيكتيف كين اليوم عندك منافستين عندك كاسي فريق 2025 عندك كاسي العالم 2026 اليوم نرى هذا المدرب ولا خالد بصراحة فيما يخص هذي الأسماء الموجودة وكما قال الشيخ مراد أنا فلانسي أسكي حمد ربو في حيط ولا لا تخالد اليوم تتحدث لأسماء وأنت مازا ما تفاوضش معهم تقول لي كيروس وأنت كيروس ما تكلمش معهم تقول لي بي سير وأنت بتكلمش معهم هذه مقدرة أنا أقول لك اللي حب خالد 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 وأنت شكولي خالد بلي ما تفاوضوش معهم هل أنا هو كيروس نرفضها لا يسين يسين لما تتحدث بالقائمة في أسماء معينة معنتها عالاقل هناك موافقة نجو اللي بالموضوع اللي هو نقوله لك خالد نحن اليوم في الجزائر نحن خدمنا صحافة لما كان واسمه موراد ويلعب يعني لما يكون عندك خبار يتنشر في الجارية وانا تشوف خلد لما تولي مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تتحكم في كرة القادمة الجزائرية تتحكم في المدرب تتحكم في خلد هذه المواقع خالد اليوم اليوم أنا قاعدين هنا نجمع نمد لك واسمه خبر نقلب بيه واسمه منتخب الوطني واخبر ما كاش منه لأنك كنا واسمه زمان لما تمد مثلا نحن نمد بيه واسمه أمو 50% اليوم خالد نمد بيه يكتب السيد قاعد في الدرحة قهوة ويكتب خالد اليوم هذا كيروش خالد اليوم أنا لما نأتي ننتقد كيروش هل أنا نملك أنا جورناليست نحكي على الجورناليست ملعكوه وشتعوه وفيسبوك هل أنا عندي الامكانيات والقدرة على انتقاد هذا كيروش أنا من حشم ش لو كان ننتقده أنا من حشم ش لو كان ننتقده لأنه أنا ش كونسيدر باللي هذا سيتا ننتعينا دي فوتبول أنا بفوتبال وننتعينا وكذا يسيد أبقى لي مع الفكرة وحولة فاصل قصير ثم نوصل في النقاش مشاهدين الفاضل فيما تبقى من برنامجكم كورا تولك مرحبا بكم الجديد مشاهدين الفاضل في الجزء الثاني من برنامجكم كورا تولك كنا نتحدث عن المنتخب الوطني الجزيري والناخب الجديد الخضر بين المتاحي والمستحيل يسير معلومك توقفت معك عند نقطة مهمة تم تلخيص القائمة وغربلتها إلى ثلاث أسماء لكن لما رحنا إلى الأمور العملية كيروش رفض مهما كانت الأسباب لكن رفض يسيروا أقرب أنه يرفض اليوم نتكلموا على بيتكوفيتش نتكلموا عن المساعد نبيل نغيز أو مجيد بوغرا أخبار تقول أنه الرجلين قالوا لم يتلقى اي اتصالات رسمية هل اليوم المنتخب الوطني الجزيري أو لجهة الترشيحات أو وليد صادي أنه تخل في نفق مظلم عندما حدد أسماء دون الوصول إلى اتفاقيات اتفاق مبدئي أولي على الأقل شوف خالد لو جي للاتفاق المبدئي أنا نظن كل المدربين في العالم لما يجوهم اتصالات أو اقتراحات أو يشوف مثلا القيمة المالية والعقد وظروف العمل نظر كامل المدربين اللي كانين لو تقترح عليهم يجو يدربوا المنتخب الجزائري يجو هذا نظرا إلى قرب مثلا المسافة بين اسمه أوروبا ثاني خالد مثلا بيسيرو يحب يخدم مثلا في الجزائر اللي على ساعة ونص ولا اثنين ولا زوسوي على اسمه على بورتيغال كوي كوي هبطل تحت تحتها واسمه للنيجيريا ولكن اليوم الخالد اليوم حددنا هذا القائمة بستة مدربين أنا متأكد أنه رئيس الاتحاد الجزائي اللي كنت قدم على الأقل مثلا تكلم مع ثلاثة ولا ربعة منهم خالد أنا معلوماتي تقول أنه من الممكن جدا ما نشأ قولك مئة بالمئة ولكن من الممكن جدا سيتم الإعلان عنه في اجتماع المكتب الفيدرالي كان نظر مكتب الاجتماع الفيدرالي يوم أربعة ويوم الخامس نظر هذا الخطر ربما الأربعة والخمس نظر فيه اجتماع للمكتب الفيدرالي ربما رئيس الاتحاد الجزائي اللي كرة القدم راح ربما يقترح واحد من الأسماء الستام أنه خارج الصندوق لا لا مستة خالد وأنا نقولك بنسبة كبيرة ربما بيسيرو مما بيسيرو لأنه على خالد أنا نظر بيسيرو غلق أنا قلت لزوجت صريحات خالد قلت لزوجت صريحات مقبل كاسي فريقيا وحدة حتى في كاسي فريقيا خالد نوع مشاكل كبيرة هو في المنتخب وكملها أنت نقولك خالد جايو قال مقبل كاسي فريقيا جايو قال رئيس الاتحاد قالهم في تصريح صحفي في الصحافة النجرية قالهم لو عندي المال تجربت شهرية سبت أشهر لكن يا سيد وصل النهائي وتم تكريمهم رئيس دولة نجيريا وكان نتكلم وفيه يعني فيه أمور تتغير خالد راح نقولك حتى في 2014 كرمنا كرمنا واسمه واسمه علي لوزيش وما قاعدش خالد للمدربين لغة المدربين خالد لغة واحدة أخرى المدرب يهدر معك بالعقد واشتمد له في ظروف العالم واسمه العمل والقيمة المالية شوف خالد أنا والله العظيم شوف اليوم اليوم يعني بالصح ما نلقاوش مدرب للمنتخب الوطني احنا حبينا فقط أنه هذا المدرب يكون موجود في التنواتي عمواد مارس وانا نقولك خالد فيه فترات في بعض الفترات نظن المنتخب الوطني دا طاقم محلي في أنتون وعلا في أماتو واسمه ومشات توفق الفكرة شيخ مورد؟ نعم توفق الفكرة؟ دورت مارس دورت مارس وماذا ينتظر الناخب الجديد؟ هل دورت مارس ممكن من باب أنه ما نستعجلوش؟ دورت مارس كان مثل آنكوش وزوبا وانا مادون كرمالي وفوزنا كود إيفور نعم اهجي من الأربيع في أماتو بإيكار وجاء مارس باللعابين القدام الهولوية انا قلت لك كما دم رغم مفاوضات بداوز لذلك لا يوجد التوقيت في الوقت لا يوجد التوقيت في الوقت في مدرسة في أفريكا يقولون أنه سنكمل لن يمكننا التعامل معك لذلك تقم مؤقت ممكن إذا كانت ترجمة على جالة التورناء المتحدة لذلك يمكن أن يكون تقم و تقم جزائري لا يمكن أن يقولون أنه سنكمل عقد يقوموا مجموعة و يقوموا تحضير و يوجدون الناخب الوطني المقبل إذا كانت ترجمة لذلك كانت ترجمة لذلك يجعلون الصلاحية للتاقم و كما يقولون يجعلون المهام و يجعلونه يخدم كل إرياحية و قال هذا تاقم و ليس أحد أخر لذلك يجب أن يشدوا اللهجة و يحطوا التاقم في أحسن ظروف سراشيد لذلك يجعلون المدر نيجيريا و قالوا لا تفهمهم مع زادورو في لصي بتاعه كان عنده سبعينة و قال لك على حسب المعلومات على سبعينة يريح في نيجيريا على حسب المعلومات اللي عندنا و أنا شعرف ياسين قال لك زادورو في ثامن لتاعه و هنري الحق للفينال تصل به للرئيس يعني ممكن ممكن تكون هنا ياسين هناك من يقول قبل مختمو الموضوع مجيد بوغرا و طاقم و الفني ممكن رح يكون في الفترة نظر نشوف خالد كما قالك موعد ما يخرجوش على الأقل على الأقل ما يخرجوش هذو اللي دارهم و اسمه اللجنة بالك خالد رام في اتصالات مع مدرب و اسمه أوغاندا بالك خالد الاتصالات مع و اسمه اليوسيسي اليوم حصرنا احنا الاتصالات مع بيسيرو و اسمه بيتروفيش اليوم خالد لما لما هذه الاتحادية عندها امكانيات مقارنة باتحادية وصلت الى نهائي كأسي فريقية لما اتحادية ما تنجمش تخلص حتى المدرب بتاعها بسبعين ألف سبعين ألف خالد حنا المدرب الوطني كان يدي تلت أفعاث مدرب في مصر كان يدي تلت أفعاث لما يكونك خالد أنا أقولك حتى المدربين هذو حتى المدربين هذو خالد لما تقدم له و اسمه عقد و اسمه مليح إلى غاية و اسمه و اسمه و اسمه و اسمه إذا الستة إذا يتقلصوا يكونوا الثلاثة ولا الثلاثة مش مدروري انه خلاص من النخب وطني مضاع كي يمضي قادر في الأخير يقولك أنا مساعدنيش هذا البند ما تفهمنش في هذي ما تفهمنش و زيد حاجة مورع في البنود العقد كان عدة بنود قادر الدنانيميت ما يتفهمش حاجة المهمة حاجة المهمة أنه منتخبات في إفريقيا ليوم منظرون عشر منتخبات رغم يدون مدرب و المنتخب القطري بمدرب معار توجه بكاس أسيا يلا هطوي ملف حدث ثرويك و شد الفضل و روحوا إلى فقرة واشتراكم واشتراكم أي ورحبا خصناها لشباب الوزدادة اللي استسلمة لإرادة الأهل المصري و رابحي أصبح مرشحا لرمي المنشة فرئيس فريق شباب الوزداد شباب الوزداد رغم المباراة الكبيرة من حيث الأداء أمام الأهل المصري لكن هذا الأخير لعب المباراة بناقص حوالي ست لعب أساسيين فرض التعادل أمام شباب الوزداد الذي لم يتمكن من هذه الشباك مباراة الشيخ رشيد تعتبرها شباب الوزداد إيجابية أمام شباب الوزداد لأنه سلبية لأنه تعادل فقرية ميدانك أمام شمهورك نتبع في شباب الوزداد في كاسي فريقي هذه أول مقابلة دي شفت الفريق تعالي شباب الوزداد در مقابلة كبيرة ما مهمي يقوله كانت خصاته القدام شوية بسطح كان مركز منيح في وسط الميدان وكان يلعب كورة منيحة أهلي فريق كبير ما بنش مع شباب الوزداد في المقابلة هذه على حسب المقابلة يلعبوها في الإياب ولمقابلة هذه شباب الوزداد كان أحسن خن منه بثافة في المقابلة هذه شباب الوزداد في ناقص الأهلي ناقص 6 لعبين أساسيين فرض التعادل الإيجابي مما مع شباب الوزداد ضيع الفرصة أبناء العقيبة كل حال الأهلي ما قاش أهلي ذاع 6 أو 7 حتى الكورة المصرية ما قاش عنه هذه الثيقة اللازمة وكي تشوف المنتخب الوطني يلعب هذه التاريقة ويخاف من فرق صغيرة تعرف بلي الأهلي فقد معنوية كبيرة وفقد الكورة تاعه وفقد نوع الماء هذه الثيقة حتى كي ما يقولك لمويا ما بقاش كي ما قبل أنا نظن بالستة لعبين الغيبين ولا بهدوما أنا نظن كون لعبوا بالستة ممكن ما يدرواش نتيجة كي يلعبوا كي يغيروا الفريق ممكن كانوا شوية نوع الماء ينقصلهم هذاك الضغط ولعبوا بريع ولكن فريق شباب الوزداد راهوا يلعب وكأنه المباريات يتشابه تاع المباريات كاسي فريقيا يلعبوا شوية بالخوف وكي نلعبين والله بعد كل إحترامات يلعبين نشوفهم في البطولة ونشوفهم في مقابلات نشوف كل المقابلات من رئاسة فريق شباب الوزداد بسبب الضغوطات لأنه اليوم شباب الوزداد بالإمكانيات المادية الموجودة اليوم في البنك الاحتياط عندوا لعبين يتقاضوا ثلاثمائة ومئتين مليون سنتيم شهريا واليوم أحداش اللاعب مش قادرين يسجلوا كما قالوا بعض أنصار شباب الوزداد لو تخلينا على الكثير من اللعبين وجبنا سعيوت بحاجة له مثلا شوف خالد لو نجول اللعبين مثلا الموجودين وتكلمنا على ربحي إذا كم ممكن خاصة راح يغادر أملا خالد اللعبين الموجودين في بلوزداد مقارنتين باللعبين تا البطولة مقارنتين باللعبين تا البطولة ربما ما نقولوا شوما الأحسن ولكن من ناحية الرواتب أحسن من ناحية شو يخلصوا أحسن خالد لو نجول تلت سنوات الأخيرة ربما هذو نفس اللعبين نحيشوا يا مريزاق ولا يعني جتوا وجواه هذوما اللعبين الموجودين يوم البطولة تاك خالد ماش تنتج اللعبين للمشاكل اللي قالها موغاد واسموا في ديبي مكاش بطولة بيش تجيب حتى اللعبين اللي يجو من إفريقيا للنادي وللنادي وحد أخرين هنا هنا يا ياسين كيتشوف مقابلة أعباراده وليسما أتقولها لك قاعدتشوف في شمبينات في انكلوتير أنا كنت في الملعب نشوف كل مباراة خاصة في خمسة جويلية أنا تسمى نسكن في الموحيط على خمسة جويلية نشوف كل مو مقابلات سيان بليزير كيتوفم ومام ليشما انسرتان مومو سو خاصة المقابلة مع واكا زابلونك العملي فات والمقابلة على سوبركوب تشانبلي يونيكي ندريك تدى ستة سبع لعبين ولكن المشاكل تا الموحيط وموسيرين تدبدوبات هدم كي الانستابلتي والمستوات على المسؤولين ما نحكيش على فلان ولا نقول الاتحاد العاصم المسؤولين ما عندهم حتى خبرة وما عندهم ما بينوا ويلو ونعرفوهم نعرفوهم شخصيا كيفاشي كمان يرزون نحكي حتى يصلوا على السقف تحبز التم بيانشي شوك مراد مراد في كورة القادمة الجزائرية ونحكي المسيرين هم ونحكي المستوى ونحكي المستوى ونحكي المستوى ما عنديش معلومة لأنه أخطأ في الكثير مثلا في استخدامة بعض اللاعبين اللي يتحدث لك مثلا على الحارس رئيس الوهنبول حيث قضى 600 مليون سنتيم على قديورة يقارب ذلك الراتب نتكلمه على درفلو الذي جاء من أجلي كأسرابة أبطال إفريقيا ما اعتمدش عليه في المباراة ولكن خالد خالد اليوم ما ننسوش حاجة شباب بالوزداد حتى والأهلي مش في أحسن يعني الأحوال تعوه لكن لعبوه مع النادي وسموه الأهلي اللي متأسس في 1907 و 1907 وعندو خالد هادو لح كولتور دو راكوب دافريق هادو راكوب دافريق لي هوا فايزها بيها هاو شباب بالوزداد ربع سنوات هوا يرعب فيها يا سي وش عليه خالد أربع سنوات خالد ما نذبحوش الفريق تعب الوزداد لا ما نتكلمه على المتجه وش عليه وش عليه وش عليه أنا جو بريفاري اليوم يصنطن بلين كمبيتيسيون ما قاش بتالي نصن تيليميني اليوم ها نذبحوهم لا من شوش خالد عندهم راح عندهم تنقل يروحوا يوم ثلاثة أنظر إلى طنزانيا باش لازم اليوم نذبحوهم ولو كان هذا النادي خالد ردو يديك كاسي فريقيا هاو تعف هادي كورت قدم هاو ما نعافوش العامل فات مثال الاتحاد العاصمة وديباء واحد ما كان يقول بلي هذا النادي راح يدي اتحاد العاصمة ما عدا المدرب موعدرب الشيخ كان يقولها وراه المدرب تحت اتحاد العاصمة لهذا المسيري لازع تحقي المسئولية لا 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 بلا موعد كن يحكيها على الاتحاد العاصمة لا ما سبغلش تحت اتحاد العاصمة ها تكلموا عنها تحت اتحاد العاصمة لأنه ها نخص صور الحديد خاص خالد أنا جبري فاك أنا جبري فاك مذبحش تحت اتحاد العاصمة بخص احنا نتمنى وشباب الوزداد بانشير يروح في الأدوار المتقدمة وينشط نهائي والدنياء يلعب لكوب ديمون دي كلاب شامبيون احنا نتمنى وشيدا مايوش نشوفو المرضود باربعة سنين لقمس سنين لانه مايو منسان يقول دايما الكيف كيف دايما الكيف كيف نشوف العام هادا ما عندو في الهجوم ما عندو مش لعابي كيفش هيديك سفيري قيادة البالح جويهم خمسة ولا ستة فورص ما كايش يدي كدي سجلهم أنا جبري ربي هاكا ما يقدش يدو ما فيش امكانيات ما كايش ميديك نتكلمنا على شباب الوزداد في فقرة واشترايكم نروحوا الى ججل البطولة وفي سيكون الحديث عن مخلفات الجولة السابع عشر من عمر المحترف الأول مرحبا بكم الجديد البطولة الرابطة المحترفة لا رئيس ولا برمجة هاجس البرمجة تغير الاتحاد الجزيرة وتغير رؤساء الرابطة وتغيرت معه الايام وتغير الزمان لكن نفس الملاحظ هو لا برمجة واضحة بالنسبة للأنديا وهذه المرة الأزمة على مستوى الأندية العاصمية اجتمعوا مع رئيس المكلف بتسير الرابطة لإيجاد حل أنديا ترفض باش تلعب في الملعب نيسون مونديلا الذي يتمنى الكثير يلعب فيه أنديا ما عندهاش ملعب من أجلسة استقبال أنديا ملعب دار البيضاء الذي هو ملعب بلدي يحتضي المباريات المحترف الأول أنديا لما تقدرش نجد برمجة تأجيل مباراة مولدية الجزائر مع بن عكنون أعتقد يسير معلومي أين الخلل والله خلت أنا نشهر بطلها المسموس ما يتمشي مليحة أنا والله من يردك ويفوها البرمجة مايش واضحة على شو مايش واضحة البرمجة مباراة تغير آخر لحظة تم تأجيل مباراة مقابلة واحدة مقابلة واحدة واحدة لازم نقوله مقابلة واحدة خلت خلت لا شوف من أنت حسب معلوماتي هنا مقابلة بن عكنون ضد المولد الجزائر كان تحت لساتل عفو عشان يقود والمسؤولين على الدائرة والبلادين عشان يقود هم اللي رفضوا مع بلشكي وعلاش رفضوا والمشكل كين بداول المشكل الأول سيك بن عكنون ما عنداش ميدان تحا أي وفهم ومالوقي بيشلع دونك طاح وشو وبن عكنون كي تدي لوكاليزيم تروح للخمسة جميلة كون جات بن عكنون تبحث بش دي لاريسيت هي اللي تروس في دونك يروحوا موية يربحوا يقصروا الماتش والماتش نيل مهما بن عكنون يبحثوا على لتروى بوانهم وموسيم أهم اللي درنيمو يرجع لهم ومولوديا في هذا في هذا حالة ما عندها حتى علاقة مولوديا مولوديا يلعبو ويتبعوا بن عكنون وراح تقبل الاجتماع مع رؤساء ندير عاصمية فقط خل نحن في الجولة 17 نحن في شهر واسمه فيفري ما زالوا شهر 13 جولة 13 جولة منطقين مارس آفريل ميجوان في 24 كملوا 13 جولة مقارناتين بالموسم الماضي البطولة راه يتمشي ربما في بعض الاختلال ما عندك رأي سيديوم ما عندك رأي سرابيطة عندك لجنة تسير ما عندك ش ياسين لما تكلم لك على اجتماع مع رؤساء الانديا العاصمية ليه اجت حل احنا يا رأي هو كين خلل ما عندك ش اندي ترفض تلعب في ملعب نيسون منديلا على اي اساس خالد ترفض هذا ما زال ما سمعتوش فيه رأي ما زال ما سمعتوش من طرف شكون شباب الوزداد مقابلة شكون لي رابدو والله انستل المقابلة لكن رفض للعب في ملعب خمسة جولة اسباب غير واضحة ارضية الميدان ممكن غير جاهزة كين فرق ليلعبوا لن يتعلم عندهم نيسون منديلا نصيح يتعلمون في نيسون منديلا ويتعلمون في ترابات جوية حتى العمال للملعب لانه يستحفظوا على ارضية ملعب لا يستحفظوا لانه اليوم اليوم في الضغطة كبير على ملعب خمسة جولة وكان عفو شباب الوزداد بللي الفئات شبانية كل رغم لتم عندهم سيليكون دخلما يباتوا لتم يكلوا كل شي في ملعب نيسون منديلا لذلك لماذا يرفضوا ما دام هم يتعلمون في الانيك يرفضوا ممكن أرضية الميدان لماذا أرضية الميدان لا تكون كاريتية ولا تكون تراجوها لذلك الأرضية نصف منديلا نصف منديلا حاليا هو تابع تسييره إلى 5 جولية يعني لهم خيمين مسيرين على تسيير 5 جولية هو فرع اليوم ليس مستقل لهذا اشكالية كيف تسيير ملعب نيسون منديلا نشوفوا الملعب تحت 5 جولية ستشتري طاحت الملعب كان مني وانا اللعب لأنه فيه ملعب 5 جولية وإذا كنا سكونوا فيها جز كبير بالنسبة الانديا العاصمية صح هنا تستقبل الانديا العاصمية ولكن خالد اليوم اليوم مثلا بالوزداد يلعب المنافسة القرية فضلوا أننا من حق من حق نادي يلعب في 5 جولية لو مثلا المقابلات مثلا تعلبوا طولة ينجم يلعب مثلا في 20 أوت ولكن الضغط خالد الضغط على نيسون منديلا أنا نظن أنه الملعب بطريقة أو بأخرى الأرضية تعلب الميدان تعلق أنا نظن رهي غير جاهزة لا عندي معلومة مؤكدة المقابلة سمح لي نسي ممكن المقابلة شباب الوزداد مع الأهلي المصري ما لعبوا في نيلس المونديلا طرماها باسكو لعبوا نهارين من بعد لعبت مولوديا شوية كان الوقت قريب إذا رفضوا نيلس المونديلا مع الأهلي المصري ممكن يش يتفكروا المقابلة سانداون زين هزموا با خمسة عندهم شوية موفي سوفينير حبوا يروحوا شوية سانجبي ممكن هدية ممكن على وجهة نظري هاي طبعا فيما يخص الرابط المحترفة وأيضا بين مخلفات الجولة السابعة الشرق بالمتكلم على مخلفات وما كان في مباراة مورودية لزائر مع شباب قسنطينا الواقع التي أثارت تفاعل كبير عن موقع التواصل الاجتماعي والجمهور الرياضي لماذا لم يطرد الحكم بالجهان يوسف بليلي بعد تلك الحادثة بعدما تلقيه الإنذار هاي لك اللقطة اللي كانت احتجاجات من لعب الدولي ومهاجم مورودية الجزائر تعليقك سير راشيد حمد أحاقة نحن نتأسف لعب في فريق الوطني يصرف بحواج كما هذو نتأسف شوية ما كربما كان عنده ضغط كما تنمين من فريق الوطني ما كانش آلاز ولا بالصح ما هذي كما شي هي الأسباب اللعب كبير كما هو ولم كما يقول ما من فورمات تاعو بدأي ولي في الآخر تاعو يدير حاجة كما هذي ما يشرفش لكورة الجزائرية والفريق الوطني سيمراد كمين مفوضوا يطردو شفت الموقاب لكنت في الميدان أنا كنا نشوف يديوس بليلي مش متعود على هالتصرفات معرفو بليلي كان يخذ الضرب ويشبع ويدي كفر ويلعب يستفيد ملح مش متعود ممكن الحكم مكانش ينتظر في 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 ردد فعل بعد منحوا البطاقة السفرة مكانش ينتظر في ردد فعل بليلي ولكن هذي تبقى تبقى للحكم هو مش متعود ويقوم بالتصرفات حقيقة بليلي نعرفوها استحق الانذار الثاني هنا يا او اخذى انذار في نفس اللقطة اخذى انذار اخذى عن طريق بعد الخطة كان قدر يعطيه كارت احمر ممكن مقبولة وكان قدر يسير المقابلة هذي تبقى من الدسيزيون تعال الحكم كيمالفار كان يشوفها في النالتي وكان يشوفها تبقى من الدسيزيون تعال حكم هذي في اوروبا هذي كار احمر ما عندكش ما ما سناش لكن ممكن هناك المعاقبة الحكم اذا كان يعني لم يكن صارم لانه اليوم حتى اتحاد شباب شباب قسنطينا اصدر بيان تحدث على هذه اللقطة قال انه الحكم كان متساهل مع يوسف بالليلي لكن طرد وكان يكون فيه منعاج اللقاء شوف خالد لو نجو الحكم بن جهان هو مرابطة وغران الجهوية خالد راه يدرب مع احسن الحكام في الجزائر مع مصطفى غربال وبو خالفة الى اخير عنده امكانيات واسمه كبيرة ولكن في هذا اللقاء خالد مننسو حاجة واحدة ضغط جماهيري لقاء كبير نقولك 60 ولا 70 ألف واسم متفرج لو نجو الريزولطات هو انه فوسي لريزولطات ديو هو كان ينجم الاذر الاول يتلقى بعد الخطأ في اللعب باعتداء على اللعب ينجم يشهر البطاقة الحمراء في اللقطة التاع واسمه بلليلي ولكن خالد مقبل ما نروحه للحكم جبريثان نروحه بلليلي ونبدأ واسمه بلليلي بلليلي عائد من كاس إفريقيا لو نجول كل الشبال واسمه هنا في الجزائر ربما هو اللي مثل اللعب المحلي في كاس إفريقيا نضم معده هو مكاش أنجول للاعب تتولى فهو اسمه في كملا صناع منطقين بالليلي هو الصورة الإيجابية للبطولة تاعنا هو بلليلي خلاص منطقين 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 سبعيني لا ولكن نتحدث عن منطقين تحاول نظر طلب السماح من الحاكم ما بين الشرطين في الشرط الثاني أنا أتكلمي علقتم حذاتها في الشرط الثاني حسب اللي غلط هو حسب اللي غلط الشرط الثاني كامل ما تكلمش واسم مع الحاكم خلاص اللي يقع طلب السماح من الحاكم غلط بالليلي يعرفها بالليلي يعرفها مسيرين المولودية منطقين يكونوا هادروا مع بالليلي بين الشرطين هذه أمر إجابي بالليلي لطلب الاعتذار لكن بالنسبة لحاكم بن جهان الحاكم بن جهان أنا قلت لك خالد لو حتى حتى لو يتم استدعائه من طرف اللجنة أنا معلوماتي تقول أنه إلى غاية اليوم ما زال ما استدعوه كي الناس يقولوا أنه ممكن جداً ربما في الساعة القادمة رحين يستدعيه ولكن لما تستدعي وش من الكسكوتيفار واسمه الحاكم ما كان فيه سارامة هنا في لقطة في لقطة مع اللاعب لأنه اعتداء تقريباً جسدي لو أننا نطرح المراد هاو المراد لعب دولي سابق واللي عب هنا في البطولة تاني وراشيد حمادة هكذا وراشيد حمادة ثاني يوم لعبوا لا اليوم شحل من حكام ليشتهم انتوما أخطأوا أخطأ أكثر من هذا يا سنة مش بالكثرة مش عليها مش بالكثرة نجلبه حمادة كان يلعب أنجو وارتراها ضربت في الفيلة وحسبوها ليش هذك مش بالكثرة مش أن نقوله ما نصحوش خطأ بخطأ إذا يستحق الخطأ لا هو كما قلت لك أنا بليلي مش نمال فين شوفوا بليلي بالصورة هذه بالصورة هذه بليلي سيرار هو منيح أخطأ وطلب الاعتذار لكن الحاكم ما كانش يسننا في الكمبورت بليلي قلت لك أنا بقاتل تاعة الحاكم ولكن شباب قسنطينا كيقولوا تقريب اللي يكون خارج نريب وهما شيف تصريحات تاعة المساعد المدرب عزدين الرحيم اللي نتمنون إن شاء الله النجاح هو عبد القدر عمراني قلت لك حنا جينا كنا نلعب سير لبلون ديفونسي نعرفه بالمولودية تسجل في بداية المقابلة وكون يسجلوا أعداف قلت لك بقنا كشولنا السنة ما سجلونا ما سجلونا تول الماتش وما يلعبوا ديفونسي سياسي دائر إذا راتي إنو كازي باش يديروا غرون ماتش وممكن كان قادر يديروا نتيجة إيجابي ولكن رفضوا يلعبوا ولو لقطة ولو رتري مكاشران نيرتري ياربي عندهم دوزام يتون 1 كورنير ولا 2 كورنير أكين أكسيان دو بوت عملوا خالد عملوا رسالة نظر شباب قسنطين إلى الاتحادية التحقيق يقولوا أنه التحكيم واسموا بن جهان ما كان الشي واسموا في المستوى ولكن خالد اليوم لو نجو لو نجو الحاكم لو اسموا بن جهان بن جهان خالد ما عدا هذا اللقطة ما عدا لقطة توسموا بالليل أداء مباراة مقبولة عموما مقارناتين بوصرة هذا اللقطة خالد اليوم اليوم هذا اللقطة هو بلك تصفال ويسافير دولوصان في المستقبل اليوم اليوم الشي لازم نجو كيف نتذبح هذا ولكن نقولنا نزال نقولوا أنه بالليل يسحق بطاقة حمراء والصورة ومليح أنه بالليلة ستطلب الاعتداء لكن ماذا بينا مستقبلا بالليلي يقدم الصورة خاصة للشبان اللي تبعوا خالد لما لعبين في البطولات لأنه في قراءة أخرى مش عافية يتوافقوني هناك من يقول يوسف بالليلي بما أنه هو نامبر وان في البطولة المحلية أصبح الحكام هم يعطوله يخافوه بش يطردوه يدي اللي أولا ثاعوا بليلي ممكن هذي اللي غفرت له مع الحكم كان السنة بلالي يمشي يكون يسكنتو كانت خطأ هو الخطأ وطلق عليه خطأ باين ماشي خالد حتى بلالي ممكن تبرل ممكن حكمة مباراة بصح بضح خالد مشي حيضا مشي يعني حيضا ولكن اليوم خالد في 17 مقابلة واسمه في البطولة هنا شفنا تصرف من اللعب كان خلوه لو طبعا عند يوسف بلالي يقول لك لا احنا مش بك خالد خالد مش لازم نوقفو عند هذي اليوم لا لازم يتعاقب اللعب يتعاقب اللعب ولا لازم يتعاقب الحاكم يتعاقب واسمه الحاكم احنا نتمنيو انه الحكام كلهم في البطولة لانه الصرامة مليحة بانشير لا لا تكون صرامة تكمليحة ولكن انه انه خالد اليوم انا شفنا خالد احنا ميذبحونا برا حكام تخالد احنا الحكام اعلم تخبر وطني يذبحونا ياسين انا ذكرت لقطة في مباراة تموري جزير مع الحاكم غربال قبل بداية كأس الفريقية احتجاج خفيف من يوسف بالليلي انذار مباشرة تحس انه الحكم غربال حس انه مستوى ولكن لازم تشوف كداش كانت نتيجة وكي باش نشف على نشف على احتجاج خفيف انا خذيناه انه انه الحكم مستوى عالي واللعب مستوى عالي مفيش واحد اكثر باش يرتفع مستوى البطول باش يرتفع مستوى الحكام يغلطوا وحنا كنشوف باللي اخطاء المساعدين تحم ومبعد ازران دي سانكسيون احنا كجمهور وموات التبعين نفرح ولي انه نشوف باللي بدات كل عادلة بدات ولي اللي زربيتر بدات وخاف ورواح باش نحو الشك ذيك لزران جموت على المقابلة ترتيب المقابلات باش باش المستوى يرقى المستوى يكون نوتر باللي لازم ذوك اللجنة لتراقب الحاكم ذرك لك نشوف تعقب تعقب هي نحن اخصائصين عطينا خالد لو نجو مثلا البطولة على الموسم هذا ربما جمهور المولودية هو يجيب 60 و70 الف مقرمة بربما الاندي وسمو وحد اخر نتمنى بالليلي ولا لعبين وحد اخرين يمدوا صورة مليحة على بطولة لان كل يوم خالد هذه الصورة تعل وسمو البطولة مستغلوها في بولدان وحد اخر يقول شوف هذا لعب دولي المنتخب الوطني كيف يصرف رسالة لدينا اليوم وسمو البطولة هو احصن لعب صح في المنتخب الوطني في البطولة الاخرين نتمنى انه الصورة التي دارها او احتجاج التي داره مع الحاكم خذ وزيد هذا الاحتجاج ما قلش باللي مثلا نحالك نحالك مثلا وسمو نبي يلا فرصي وسمو لزيط بالنسبة الملودية خروج بالليلي بالبطاقة الحمراء اكثر من تسجيل الهدف بالنسبة الفريق الوزن التعو يلا نتاج جزئية مشاهدنا فاضي لمباراية الجولة سبع عشر التي لعبت امس اول امس ملودية بهدف دون مقابل تعدل سلبي في مباراة نادي باردو شبيبة القبائل جمعية اولمبي شلف تغلبت على نجم بن عكنون بهدفين واحد اتحاد سوف اتحاد بسكرة هدفين للفريق الضيف دون مقابل شبيبة تصورة تعادل تفرض عليها التعادل امام مولودية وهران مولودية جزائر تغلبت على شباب قصطين بهدفين دون مقابل نجم القرام مع شباب وزداد اجلت لموعد لاحق بين مباراة التي كانت محل النقاش في هذه الجولة هي اتحاد خنشلة واتحاد الجزائر التي انتهت صح اتحاد خنشلة اصار اتحاد العاصمة ثارو وادارة الفريق تضامن معهم وتم ايضا معاقبة تفيق قريشي المناجير العام والسؤال الذي يطرح ما مصير تفيق قريشي في ادارة اتحاد العاصمة بعدما طالبت شركة الملكة لفريق اتحاد العاصمة من المناجير اللعنة تفيق قريشي بطعن في قرار الرابطة من أجل التراجع عن العقوبة والإشكانية التي وقعت فيها ياسي المعلومي أنه ممكن حتى يتم اقالة او استقالة تفيق قريشي بين اتحاد العاصمة اقالة استقالة او لا ممكن اقالة او استقالة لان كانت العقوبة تم معاقبته بستة أشهر ثلاثة أشهر غير نافذة وممكن حتى قالوا يجب تجيب لي الطعن وبعدها أنك تكون من العقوبة ترفع العقوبة عليك أم أنك انت خلص خلد لو نحكو على تحاد العاصمة بلك حصة زوج ثلاثة عربعة ما تكفيش لأنك اليوم هذا النادي اللي خارج من تتويجين يلحق اليوم خلد اللعبين الإدارة المدرب كلهم يتحملوا هذه المسؤولية التي تحقنا لها والناس والناس اللي كانت وراء اللي كانت وراء مغادرة عبد الحق بن شيخة اليوم الناس هذو مشعفين لما يوقضوا في الليل ولا لا لا اليوم أنا ما نعاش في كوات قادمة ونتقول لي بكر واسم محمد والموارد يقول لي هل المدرب اللي يدي دوكو بدافريك نحوه كالكسوة كالكسوة هذا المدرب إن شاء الله يا سيدي مش جزائري اليوم النادي هو يدفع في الأخطاء اللي داروها مع بداية لا لا هو قدم الاستقالة شكون هذا هو قدم الاستقالة الإدارة رفضتها وبعدين والله غير ماذا بيعطيح سؤال واسمه أعلى موعد والله شيخ راشيد والله كل حل ممكن راشيد يعطيك وجهة نظر طعا استقالة ابن شيخ نسمعه 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 لديك راسيون تيعو بهوي استيقال قال لك سبو الأم تيعو وكذا قال لك هذي ما نقبلهاش وحاجة دخول لما فهمنا وشك والسلام وفهم يخصتوا في قريشي مع اتحاد العاصبة عندك معلومات عليها هذي ما عندش شيخ الموراق ولا على كل حل بعد بعد الكأس نهائي ذلك الكأس الكاف وسوبر كوب أنا نظن واحد ما كان يسنه باللي نقوله استقاله تع عبد الحق بن شيخ وعبد الحق بن شيخة واحده وكانوا في حتى مدربين بن ملاط ما استقال شو نحاوه نصح دونك هنا أعلمت استفهام إذا عبد الحق بن شيخة يروح وصير لك زميتي وبن ملاط صيروا مقابل على ما نظن صح وفازوا بالمقابلة وعلش ما إذا زميتي ممكن نحبي يروح مع بن شيخة بس كهو لي جامعه بن ملاط كان حبي يخدم وعلش نحاوهم الفريق الدعم الكبير وفازوا بكأسين سوبر كوب وعليش تنحي واحد اللي يجيب لك الفائدة ودالك 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 تدب دو بات هذي في و و و و و و واحد ما استقال رئيس مجلس الإدارة دو فوا و ال ستاف تكنيك بن شيخ يدلي ويجيبوا واحد لزرقيمون رحناله للدار والأخر يقول لك والديبكا حويج ما نسمح أنا هو مجلس الإدارة لا يمكن أن يتحدث حويج إذا بن شيخ أحب يروح يقول أنا أربح الدكوب لا نستطيع نستطيع شيئ أخر لذلك يفعل أفضل يمكن هذه نظر لدينا يمكن أن يحب يتحج لأن يروح لأن كان عنده كل الصلاحيات و خسر وقيلة مقابل لأنه مقابل لأنه مقابل لأنه في فنال تكس الفنال للتوالي كان مقابل مقابل كل عام لم يرى مقابل مقابل كما يتحدث للمقابل تنظانيا لا أقص يجري و يحدث كما يقول لك الفنال تتربح لا تتلعب وممكن في هذا المنطقة لا ترى لعبين تعالي مثل لديهم مقابل ومن ثم يرى رابط ثانيا 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 يمكن حتى بعد معاقبته بسبب مسؤولين على مستوى الرابطة تم عاقبته بستة أشهر ثلاثة أشهر غير نافذة يمكن حتى يعاقب توفيق قوريشي لأنه إدارة سيرقور قالت يجب أن يقدم الطعن وفي حال لم ترفع عنه العقوبة نحن مش بحاجة لك هو كل المناجير تعبذ كلا في هذا المكان أدله بتصريحات وأنا نظن أنا مع بلش المناجير تعليس ما ديكلاراسيون ديكلاراسيون تعو عنده الحق ولا ما عنده مش الحق ولا الطعن ممكن يخفض له العقوبة ممكن ينحيلوا العقوبة ممكن يأيدوا الحكم الأول ولكن ولكن نشوفه من هذا الجانب الفيدرالية والرابطة أرهم يمشوا في طريق صحيح باش كل واحد نسؤول على الكلام لذلك أنا أعرف أنا أعرف أنا أعرف أنا أعرف بشكل مدرس أنا أعرف بوجهة نظري جاءت الشركة جاءت الشركة ولكن تسيير كاريتين لا كانت مستوى تعمل على المسيئرين لترى أن أنت يمكنني أن يقنعوا كوب كوب لكي يكملوا الاستقرار من مفاتيح النجاح يذهبوا ومن بعد أن ترى أن يقول لك أن يحب أن يحيوه لذلك أنا أعرف لذلك أنا أعرف لا يوجد مستوى وكما أقول لك نعرف الناس إضافة إلى الشركة التي تسيير نادي اللعبين والمدرب والطاقم السابق جاءوا ملايين دولارات للنادي نادي توج بكأسين جاءوا ملايين دولارات المهم لو جدت تسيير تمليح إتحاد العاصمة لذلك أن لو مثلا في الصيف عبد الحق بن شيخ يجب أن يسدد تسيير لذلك لذلك لا أعرف أن يأتي إلى النادي كأسين في اليوم لا يوجد لعبين ملاح الاتحاد لذلك لذلك لا يوجد لأن هناك خلاف دائم معه وكان يشعر أن لا يسدد تسيير لذلك لا تسيير لذلك لا تسيير من تسيير هذا الإدارة لذلك لا تسيير لذلك 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 أكثر جديد في الاتحاد العاصمة أسبوع قد بالإستقالة وشو صاري في الاتحاد العاصمة خالد أنا شوف الحد الآن والله وش يحدث الاتحاد العاصمة ماشتوا ربما في تاريخ كرة القادمة الجزائرية وربما ما زيتش يصرا لأنه نادي يدي دفوة لتيتر عبدوش استقال وقيلة راحصة في قدش عنده عبدوش عنده شرم عبدوش واسمه أعراب أعراب واسمه بالحسين خالد تحس بلي في الاتحاد واسمه العاصمة خالد ما كاش واسمه استقال آخر فقرة مشاهدين أفاضل دروعة وبيوت لح تخصوها لرائد القبة رائد القبة رائداً لبطولة هلق السعود رشيد حمادة رائد القبة فريق القلب ما هي التي تقولها ويستقال بها ولكن هناك كريا تيجو هناك هل أعرف مبالوش لي لعب مبالوش بلي لا بني لا بني لا بني لا بني لا بني شرم مبالوش بل لي لعب خالد هالك مدرب على الشبن مبالوش بل لك مبالوش بل يعرف آخر عدد فريق القبة ما نظر شعلي هناك هاللاعابين كبار جازوا فيه وما رحوش الفارق هاي الضعاب إميري روش ولا لعب صفصافي بون كما نقولهم عصاد ولا راح لأوروبا فريق لي كما يقولوا كانوا لي مملاح جوزنا مرحلة في وقتنا كالتمنحها دينا بطولة بطولة في 88 وكانت أصغر لعب في هذا العام وكانت لعبنا كوب دافريق وكانت لعبنا في نيجيريا وكانت لعبنا في الصيف وكانت لعبنا في الشامبيون التو حمسي ماتش لسات ماتش بس صح بعد فتنا وقت فارق كبير لعبين اللي غادروا الفارق انتك سرباح صال الله قاسي ساعد وراحوا لعنابا وشعيب ابني باركي فارق تاعنا فارق لعبنا سعود سوقوت هبطنا الفارق تاعنا وقعدنا قريب حتى السبعة وثمانين إي صارت الحادث هذه كانت رحموا على الناس اللي ماتوا بس كلها قلت المناسبة تاحهم مساكن هذوك لي كان حادث هذك في السبعة وثمانين أنا كنت في الفارق الوطني بار لعبنا كونترايسين دو باري ما كنتش معاهم في ذاك الحادث لي متوا نقليب سبعة لعبين لعبين تواعنا هذك الوقت أنا واحد كنشيت سينية فيني اسما اللعبين كانوا قاسي وشايفي عندنا بار صالح كان في في أوروبا سرباح في كاندا دلنا العهد بنولو قاع الفارق قلنا الفارق دلنا الصعود لعبنا حتى سنين سنين ساني كالفارق كان لبس وهذا الموسم موسم الصعود بالنسبة للرائد؟ والله حقا الفارق المرتبة الأولى بسبعة وثلاثين نقطة بفارق نقطتين عن ترجي المستغانب نقول لك بالعام هذا عندنا رئيس لي يعطني حقورة القادم اللي عمي فات جاء في فات سيزون عاون الفارق بابا سبتش عنقب الفارق عنقب الفارق على قد في الفارق العمي فات جاء عاوننا بها الفارق وكان أنا كنتبع في المكتب تاعه المنطن كان يسلك في الفارق وكان يوجد للعام هذا الناس اللي تخدم كان يوجد للعام هذا كما يقولوا مع الديبي جاء سهلة بقلع الفارق كما يقولوا بان بابا سيزون تونس زادوا لعبوا لالي كومبلي خسروا وقال مقابلة واحدة برك وفي العودة زاد جاء العابين كما يقولوا لبس بهم الرئيس هذا يحوص على الصعود شيخ مرد ممكن أن نحقق صعود عالية القبة مقابلة مع مستغانم لو يراقب وضيع الصعود في مرات سابقة فارق نقطتين فارق نقطتين صعب شوية بعد 16 جولة أنا أظن رغم ما نقول لش كي لعبت في القبة نحيه من الميريت وطراجي مستغانم أنا نشوف الأحسن والمجهز روحه اللي يكون عنده المداومة بسيكولوجية في البطولة هو اللي يتعال في البطولة قسم الثاني قبل ما تلعب فها مشاكله فها أمور أحد أخرى غير رياضية ممكن غير رياضية وهذه اللي يتأثر على اللاعب ولي اللاعب يحط ودن الأمور دية وينسى العمل تاعه والوظيفة تاعه والواجب تاعه والتقني باش يقدر يلعب ويدير مردود ويقدر يفوز بالمقابلة أنا نظن القبة مع رياد لاشطب كما قال راشيد أحكم بدأ مع القبة لأفين دولاني باسي نظن هو عنده طريقة ماناجمينت نعرفه هو تاجر ومسير في نفس الوقت ورياضي وحتى هو يعرف الكورة أنا نظن الفريق اللي يكون أو انتد بولعبين دو خبرة يعني تعبد الرحمن كنشوفه يحيي شريف بولعب دار دونك سدي سيني تاعه تاعه لكن ما زلهم مباراة ما نقولوش طلعة باش من ديرو ريش الضغط مباراة مع الوصيف في مستغنة في كورت القدم ما كتعرف كل شوهر شفنا العمل يفات بنعكنون أما تشنين في ديرنيماتش تطلع تارجي مستغنم وكي بنعكنون رحبوا بمستغنم وقالك استقبلوهم وقالهم ما ركم في داركم وكورت قدم يشون الاخرين يشون بيساوي برا كون بنعكنون العمل يفات ودجي وليترو بونت خليهم منه كان يقدروا يشحنوا يشحنوا تارجي مستغنم ويعطيهم رغبة وديك شحنة باش يقدروا يسوسوا باس أنا أظن رائد القبة عندهم لعبين عندهم خبرة وموفي كاستينغ دهار لينا كان شوية في إيقالة أنا ما فهمش الإيقالة تاع بندريس لدير مشوار جيد ومبعد ما عبلوا شوق تفاهم ولا هو حبي يروع ما فهمتش بندريس كيفاش كان أبريام بوم باركور تاع على ما أظن نوف ماتش ولا دي ماتش الإيقالة ديك شوية لما فهمت هاش قادرة لعب لهم موفي تور كون يتبعد شر يتعطروا في مقابل وشوش لكن مع الشي خرج القمر رمانة ماشت الأمور ماشت الأمور نتائج حقات الممي كانت تغير الفريق قادم في ديناميكية نتائج إيجابية إن شاء الله خير بالنسبة لرائد القبة وبنسبة لكل أنديها الجزائرية طبعاً لتحقيق الصعود وقت البردان بجمشلنا بسرعة عليك سين معلوماتك صحة شكراً لزيار لي شكراً لزيار لي شكراً لزيار لي خلد هذا ربح من الليل بسم و سلم عليكم تحياتنا له وهذا فرحات بولقمة من زيامة منصورية هذا مبعث لي و سلم عليكم طبعاً حيث سكننا زيامة منصورية و جيجل أنا رحت لها أفين و سبع لأول مرة عقبت يباك مصنبع 15 يوم الله الله هاتك صحة شيخ مراصلاتني شكراً جزياري شكراً لحالة أنا عندي كما يقول لك ترحم كان حادث مرور تحت أنصار و اتحاد مدينة عنابة إن شاء الله نترحمه على سائق الحافلة شاب عنده 26 سنة رحمة الله و كان عدة مصابين إن شاء الله نتمنى و شفاء العاتل يا رب و إن شاء الله أننا المتوفين إن شاء الله نتمنى و إن شاء الله ربي يرحموا و يشكنوا في سيح جنانة و في نفس اللي نستغل الفرصة إن شاء الله نتمنى عن ندي الكناوي قوادرية و جمال مصدق اللي يحكموا زمام الأمور و يسيروا في مشوار صعب تحت اتحاد مدينة عنابة إن شاء الله ربي يوفقهم و إن شاء الله الانصار يبقوا مع الفريق يحقوا البقاء إن شاء الله و نقول لهم بالليرة احنا وراكم صغيرة و كبيرة إن شاء الله إن شاء الله و اتحاد مدينة عنابة فريق كبير بمنشآت بخلاقه بأنصاره و بتاقافته الكروية و كل شي إن شاء الله نتمنى و إن شاء الله من بعد تكون فيها يمنع ومتياح و من بعد تكون فيها مشروع العودة إن شاء الله هاتك صحة شكرا لك رشيد حمده هاتك صحة و نشكر الفريق تعنا و في عين تاكوري ترا هو يدي الموسب لبس به و الأكاديبي تعيلي كنت نخدم فيها عندي قبل ثمين لعابين و الرئيس تاحهم عبدالقادر بسعود و حمد محمد عمي هذا يدعم الفريق و القارد كورت تعيلي و معي هنا واحد أنحيوه و حيد المرافق ياتك صحة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ياتكم صحة شكرا جزيلا لك بدوي أيضا حي و زان مني لعب فريق سيتيزنز الأساغر و زميله أنس عيسى و الذي يتابعنا دائما عبر قناة الشروق نيوز نلتقي بكم في مواعد رياضية لاحقة بإذن الله تحياتكم و تحيات المتبادلة من فريقي العمل الصحفي والتقني و الختم تحية خاصة من الزميل بلا زعموشي إلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة